شاركت جميع التلفزيونات والإذاعات السورية احتفالات الصينيين بعيد الربيع الصيني من خلال عرض اللوحات الاحتفالية الترافية الجميلة ومعاني هذا العيد لزيادة تعرف الشعب السوري على هذه الثقافة نحن دائما ننخرط في كل مناسبة وطنية صينية من خلال هذا الأسبوع مثلا كان هناك احتفال الأصدقاء الصينيون بموضوع عيد الربيع وبالتالي جميع القنوات الإذاعية والتلفزيونية السورية انضمت لنقل مشاهد الاحتفال من داخل الصين ليتعرف عليها الجمهور السوري متابعة السوريين لجمال الاحتفالات الصينية وغناها الذي يعبر عن العمق الحضاري الصيني يزيد من الترابط الشعبي وهو ما عبر عنه السيد حبيب سلمان المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون باهتمام الإعلام السوري بتوسيع آفاق التبادل والتعاون نحو أعمال درامية وبرامجية في جميع المحافل نحن مستعدون لفتح آفاق أوسع وتحويل هذه الآفاق إلى اتفاقيات وإلى أيضا منتجات حقيقية سواء في المجال الإعلامي وغير الإعلامي ولكن باعتبارنا نتحدث عن الإعلام فنحن مستعدون وجاهزون ولدينا الإرادة الحقيقية لفتح آفاق ولعقد اتفاقيات وأيضا لإنتاج درامي وتبادل برامجي بيننا وبين التلفزة الصينية هذا وأكد السيد سلمان أن حجم الروابط بين سوريا والصين ثقافيا وحضاريا يستدعي تعاونا أوثق هي فكرة إيجاد هذه القناة كما قلت لك دليل اهتمام الصين بالشعب أو الشعوب العربية أداءكم كمراسلين لهذه القناة وتواجدكم أو وجودكم في كل الفعاليات السورية سياسيا ميدانيا عسكريا أمنيا إضافة للجوانب الأخرى الاجتماعية وأيضا الفيتشارات والبرامج الوثائقية أو القصص السورية التي تقومون بإنجازها في سوريا هو دليل على ديناميكية هذه القناة كما أشار السيد سلمان إلى أهمية وجود قناة صينية ناطقة بالعربية في تحقيق ترابط ثقافي حقيقي أعتقد هناك مجالات رحبة جدا للتعاون الإعلامي وأيضا الثقافي وأيضا الإنتاجات المشتركة ثقافيا أو إعلاميا بين البلدين لأن الأساس أو النبع الحضاري هو نبع واحد وأيضا هو نبع ينتمي إلى القيم الإنسانية الأخلاقية التي نعتز بها لقناة سي جي تي إن العربية يعرب خير بيك دمشق ترجمة نانسي قنقر